هكذا الاستعدادات تجارية على قدم وساق لتعلن انطلاق جديد من انطلاقات الخير والبركة التي تتواصل على ارضية ميتان الوثبة اعلنت الانطلاق واعلنت هذه الاسماء لتنطلق هذه الشعارات بتواجد اسماء قوية اسماء لها صيت ولها باع كبير في عالم سباقات الحجن العربية الاصيلة 22 مشارك ينطلق في هذا الشوط والبداية مع المركز الاول في هذه اللحظات من يتقدم وينطلق مع المركز الاول الطاغي مع المركز الاول مبارك بن سيف بن محمد المنصوري من يقدم لنا الطاغي على مستوى المركز الاول والقادم من الخزن القادم من الخزن ما شاء الله ما شاء الله نوع الانتاج الكل يأتي من كل مكان للمشاركة والصراع والنزاع في ميدان الوثبة عاصمة الميادين تقف دائما مرحبة بجميع المشاركين ايضا اللي وصلت في هذه اللحظات وغير اللي وصلت ووصل المختبر المختبر هو القادم مع المركز الاول غير عمران بن حمد بن محمد العامري نعم عمران هو من غير واحتل المركز الاول بينما المركز الثاني زعفران سالم بن حمد بن سلطان بن نابت المنصوري المركز الثالث في هذه اللحظات قيسر سلطان بن علي بن ثابت القائدي مع المركز الثالث المركز الرابع في هذه اللحظات القادم والمنطلق برق سعيد بن حمد بن سعيد المنصوري امد طاغي مبارك بن سيف بن محمد المنصوري ايضا القادم شهين صالح بن جابر بن صالح العامري وصل في هذه اللحظات وأيضا القادم الهواوي محمد بن خاتم بن محمد الشامسي يتقدم في هذه اللحظات ولكن نعود إلى مقدمة الشهوط نعود إلى مقدمة الشهوط وأرى شعارات أيضا قادمة 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 أرحب بها وأرحب بكل المشاركين وأتمنى التوفيق للجميع نعود إلى مقدمة الشهوط نعود إلى الصراع وإلى النزاع ما زال زعفران زعفران يا زعفران والمختبر في الاختبار الحقيقي في الاختبار الحقيقي ولكن حتى هذه اللحظة ينجح في الاختبار ينجح في الاختبار كما نجح المختبر كما نجح المختبر بإنتاجه وإنجازاته القوية الكيلو الأخير الكيلو الخطير والمختبر ما زال مختبرا للمشاركين ما زال هو من يقدم الاختبار المختبر لعمران بن حمد بن محمد العامري مع المركز الأول المركز الثاني القادم مع المركز الثاني الهواوي محمد بن خاتم بن محمد الشامسي الهواوي مع المركز الثاني بدأ القلب يميل للناموس روح يا مالك الهواوي المركز الثالث زعفران سلطان مسالم بن حمد وسلطان بن نابد المنصوري ورابع الشهيد صالح بن جابر بن صالح ولكن نعود إلى مقدمة الشوطة المختبر والهواوي الهواوي والمختبر وأيضا زعفران ولكن المختبر 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 الأمتار الأخيرة والاختبار الأخير ما زال المختبر عمران بن حمد بن محمد العامري ما شاء الله والهواوي الهواوي مع المركز الثاني ولكن صاحب النقطة الدهبية في ميدان الويقن وفي مهرجان بالتحديد في خمسة سبعة بالتاريخ واليوم يسجل النقطة الأولى والرئيسية في هذا الشوط الرئيسي تهانين لمالك المختبر عمران بن حمد بن محمد العامري على الفوز وانتزاع النموس المركز الثاني أتى مع المركز الثاني الهواوي محمد بن خاتم بن محمد الشامسي المركز الثالث اللي وصل مع المركز الثالث زعفران سالم بن حمد بن سلطاف بن نابت المنصوري المركز الرابع شاهين صالح بن جابر بن صالح العامري وخامسا من يحمل رقم خمسة سراب سالم بن راشد الاكتبي ما شاء الله تبارك الرحمن صاحب النقطة الذهبية في ميدان الويقن وفي مهرجان الويقن من سجل التاريخ وسجل التوقيت الزمني اليوم أيضا يسجل التوقيت الزمني حتى هذه اللحظة يكرر أمجاده في هذا الموسم أربع دقائق ستة وعشرين وسبع اجزاء من الثانية هذا الاختبار الحقيقي والاختبار القوي لهمالك هذا الشعار اللي عليه اللباس الأحمر ولا بيض يا حلوه بالأحمر سادح توقيته الزمني بينما المركز الثاني أربع دقائق سبع وعشرين وثمان أجزاء من الثانية توقيت الهواوي ملك محمد بن خاتم بن محمد الشامسي تهانين على هذا الفوز بينما المركز الثالث وصل زعفران ملك سالم بن حمد بن سلطان بن نابت المنصوري والتوقيت الزمني لحظة وصوله لحظات ويأتينا التوقيت الزمني إن كان واضح للمتابعين فأهلا وسهلا بهذا التوقيت لحظة تظهوره وأمامي ووصوله هؤلاء توقيت الزمني أربع دقائق تسعة وعشرين وسبعة الزامن الثانية ما شاء الله تبارك الرحمن هكذا متابعين الكرام النتيجة النهائية للثلاث المراكز الأولى بتوقيتهم الزمني